موضوعنا الأول إذن وتصريحات وصفت بغير المسؤولة والمجحفة بحق ألاف الأسر العراقية التي فقدت أبنائها فجرها رئيس الوزراء العراقية الأسبق حيدر العبادي والحكاية بدأت عندما ظهر العبادي في لقاء مع قناة دجلة العراقية شكك خلال هذا اللقاء بمصير المفقودين في المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي نفى العبادي وجود ألاف المغيبين أو المفقودين من العرب السنة مشككا بذلك في صحة كل الروايات التي يجري الحديث عنها منذ عام 2014 والتي تفيد بأن المفقودين يقدرون ببضعة ألاف وفق الإحصائيات التي قدمها العرب السنة التزم العبادي التزم الصمت حيال الغضب السني الذي سببه لقاءه التلفزيوني وجاءت أشد الانتقادات له من قادة حزب التقدم بزعامة رئيسي البرلمان محمد الحلبوسي الذي لطالما آمن وطائفة السنية بأن قضية المغيبين هي قضية رئيسية تم تضمينها في ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بمجبه الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني العبادي الذي كان رئيسا للوزراء بين عامي 2014 و2018 رأى أن المفقودين أو المغيبين قصرا ربما يكونون من المنتمين لتنظيم داعش وتم قتلهم في المعارك بينما يطالب أهليهم الآن يطالبون بالبحث عنهم ويطالبون أيضا بتعويضهم في حال ثبوت قتل أقربائهم أما الحلبوسي فصدر منه العام الماضي تصريح صادم بشأن ذلك أو بشأنهم عندما قال إنهم مغدورون فارقوا الحياة دعيا لمصرحة الناس بحقيقة أفرادهم المغيبين وقد شكلت تصريحاته وقتها صدبة واسعة في الشرع العراقي لكنه دعا لأن ينصف ذويهم من قبل الدولة في المقابل اعتبر مرصد أفاد لحقوق الإنسان في العراق اعتبر حديث الحلبوسي إعلانا رسميا بإعدامهم على يد الميليشيات المسلحة خلال عملية ترضي تنطيب داعش في العراق وتسأل المرصد أين القضاء العراقي من تلك الجرائم التي قال إنها ترقى إلى عملية تطهير عرقي ليا نقاش حول هذا الموضوع الآن نرحب بضيفينا من بغداد نرحب بيا سيد سلامة زبيدي المتحدث باسم اتلاف النصر وأيضا نرحب بيا الدكتور سعود المشهداني أستاذ العلوم السياسية أهلا بكم معنا في المشهد الليلة وأبدأ معك سيد زبيدي العبادي إذن شكك في جميع الروايات والأحصائيات التي تعود لأطراف سنية أحصائيات تعود لسنوات ألم يكن يتوقع أن يثير هذا الموضوع استنكارا وجدلا كبيرا خاصة أن هذا الملف بالذات هو موضوع حساس يعتبر نعم بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهديكم الأكارم ويا رب رمضان كريم على جميع المسلمين في أرجاء المعمورة أهلا وسهلا وتحية طيبة للضيف الكريم يعني بصراحة ابتداء أنه اليوم أي تصريح لا بد أن يكون يعني يأخذ على محمل النوايا الحسنة نحن بصراحة اليوم التصريحات في أغلب البرامج التلفزيونية قد تستثمر وتستغل من أجل تأجيج الطائفية أو إثارة الفتن في وقت يشهد العراق يعني استقرارا على الأقل نسبيا سياسيا للبدء بمرحلة سياسية جديدة وإنهاء جميع الخلافات والاختلافات في وجهات النظر يعني فيما تطلق إليه جلابكم حول موضوع المغيبين هو كان سؤال من أحد القلوات الفضائية للدكتور العبادي حول أنه موضوع المفقودين آنذاك في زمن الدكتور وحكم الدكتور فهو تحدث بكل صراحة أنه شكل لجنة آنذاك وهذه اللجنة أخذت على عاتقها بالبحث الدقيق في هذا البلف كان هناك حديث عن أن داعش أباد فرقة كاملة من الجيش العراقي وهناك مقبرة جماعية تم دفنها المغدورين بصراحة هذا الأمر تم البحث به بشكل واسع ولم يكن له أساس من الصحة وهذا ما قصده من خلال التصريح أما فيما يخص موضوع المفقودين بصراحة الدكتور كان واضح في رده ولا يقصد الناس الأبرياء الذين ذهبوا ضحية بطش داعش أو الحرب التي جرت يعني هو يقر بذلك يقر بوجود مفقودين نعم وقال بالحرف الواحد أنه هناك يجب أن نفرز بين المفقود الحقيقي الذي ذهب ضحية هذه الحرب والصراعات التي جرت في المحافظات التي استولت عليها داعش وكان يركز على نقطة مهمة يعني أنا بس أريد أوضح البرنامجكم الكريم والقناتكم الكريمة أنه موقف اتلاف النصر هو ليس موقف جديد في تحالف إدارة الدولة كانت هناك مسودة اتفاقية بين كل الكتل السياسية التي تشكلت تحالف إدارة الدولة اتلاف النصر والدكتور حيدر العبادي يضاف إلى السيد هادي العامري الوحيدين لم يوقعوا على مسودة الاتفاقية يعني كان اعتراضهم على عشر نقاط أساسية من ضمنها كانت نقطة تتعلق بموضوع العفو العام والمغيبين القصد من عنده أن اليوم ما ممكن أنه أستغل كسب سياسي أو كسب انتخابي وأتاجر بدماء الناس ومن ثم أعتبر عوائل داعش وشهداء داعش هم شهداء وأبرياء ولهم امتيازات هو يريد يفرز بين اللي ينتمي الداعش وبين المتضرر الحقيقي أو المفقود الحقيقي أو الذي استشهد بهذه الحرب الغاية من هذا التصريح هو أن نفرز وأن لا نستثمر هذا الملف من أجل مكاسب انتخابية أو سياسية على حساب دماء العراق سنعود لتعليق وتوضيح أكثر بهذه النقطة لهذه النقطة بتحديد نقطة الفرز وأنتقل إليك دكتور المشهداني هناك يعتبر من أن تأخير الحسم في هذا الملف هو ما فتح باب التأويلات وباب الجدل من جديد ما تعليقك؟ تحياتي لجناوكم ولضيفكم الكريم رمضان مبارك عليكم بصراحة اليوم نصريح السيد العبادي أعتقد لم يكن موفق كما كانت الحكومات السابقة لم توفق في حسم هذا الملف المهم الذي يلامس شريحة واسعة من الشعب العراقي وهم ذوي المبقودين أنكر ذلك وقال لا يوجد مبقودين وأنما هم عبارة عن دواعش من قتل ومن هم من هرب خارج العراق وهذا غير صحيح لأن ذويهم قدموا وثائق قسمية وثبوتية بأسماء هؤلاء المبقودين ونعرف أنه في العراق جهد استخباراتي ويفرس ويعرف منهم الدواعش ومثبت أسماءهم لدى الجهات الاستخباراتية والأمنية في العراق اليوم السيد العبادي تصرح بتصريح ومخيب للآمال وهناك سقط كبير من قبل ذوي المبقودين الذين ينتظرون يوما بعد يوم معرفة أو الكشف عن مصير أبناؤهم وطالبوا حكومات السابقة وآخرها السيد الكاظمي وكانت هناك لجان شكلت وفود ذهبت للسيد الكاظمي ومن ثم اليوم عولوا على حكومة السيد السوداني أنه يكشف عن مصير أبناؤهم وكيف لا يوجد مبقودين نتكلم عن مبقودين من 2005 ليومنا هذا ما يقارب 50 ألف من كل الشرائح من الشيعة والسنة والكرد والمبقودين يعني حتى تفسير السيدة زبيدي لم يقنعك أو تبرير بأن هنا الحديث عن فرز وليس إنكار أنا سمعت وسمعنا تصريح السيد العبادي لم يوضح الفقرة التي تتكلم بها السيد الضيف إنما كان هناك كلام بصراحة جارح لكثير من عوائد المبقودين هناك ناس غلموا ونحن نعرف في الحروب التقليدية وكلاسيكية يسقط كثير من الضحايا والمظلومين والمبقودين كيف يحرب هذه حرب عشوائية وهناك صرفات ارتجالية وأحكام عرفية وأعدامات نحن لا نقف اليوم مع عوائد الدوائش لكن هناك مظلومين كثيرين من منطقة قريبة تبعد عني كيلوين أو ثلاث كيلوات هي السقلاوية فقدوا ما يقارب سبعمية وخمسطعش يعني مفقودين لن يعرفوا مصيرهم امرأة واحدة فقدت تسعة من أبنائها وعائلة واحدة خمسطعش شخص من عائلة واحدة وكثيرين هما لحد هذه الفترة يبحثون ويسألون ويطالبون الحكومة بأن تكون مسؤولة وأن تقف وقفة جادة يكشف والبحث عن مصير أبنائهم ونحن نعرف أن العراق موقع على اتفاقية عدم تغيب القسري في عام 2010 وهذه اتفاقية ملسمة للأعضاء ومسجلة في الأمم المتحدة ونحن نعرف البند 102 في الأمم المتحدة يمنع الجرائم ضد الإنسانية ويمنع تغيب القسري ويحتبرها جرائم إبادة ضد الإنسانية والعراق ملزم اليوم وفق هذه الاتفاقية في الكشف عن مصير هؤلاء المغيبين وبصراحة اليوم أرجو أن تبقى معنا ضيفانا الكريمان نعم عذرا المقاطعة أرجو أن تبقى معنا ضيفانا الكريمان سنعرض بعض التفاصيل الإضافية حول هذا الموضوع ونعود إليكم بعض اللحظات لمواصلة النقاش إذن إلى جانب أزمة عديدة في العراق يبرز ملف المغيبين يبرز من بين أكثر الملفات تعقيدا وللأسف إهمال في ذات الوقت يلقى إهمالا من قبل الجهات المعنية وهذا ما يشتكي منه العراقيون طوال تلك السنوات وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر يعد العراق من بين أكثر البلدان التي تشهد أكبر الأعداد من المفقودين في العالم كما تقدر لجنة الدولية للمفقودين التي تعمل بشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استرداد المفقودين وتحديدهم تقدر أن العدد قد يتراوح بين 250 ألفا ومليون شخص حتى العام 2020 أما منظمة هيومن ريتسواتش فقد وثقت عملية الإخفاء القصري المستمرة وقالت أنها تجري على يد الميليشيات المسلحة المنتشرة في ربوع العراق وحتى قوات الأمن العراقية على حد تأكيد المنظمة أيضا كشفت تقارير صحفية في مدينة الموصل وحدها أن هناك أكثر من 8 ألف شخص هم مختفون منذ عام 2014 والقسم الأكبر منهم محتجز قصرا لدى الحكومة والفصائل المسلحة وبلغ عدد المغيبين في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين من الفصائل المسلحة أكثر من 15 ألف مغيب معظمهم في سجون سرية كما تفيد المنظمات الحقوقية وفي الأنبار هذه المحافظة الغربية فهناك أكثر من 3000 مغيب أما في محافظة ديالا فهناك أكثر من 2000 شخص أيضا نعود لنقاش من جديد حول هذا الموضوع مع ضيفين وأعود من جديد إلى سيد سلام زبيدي المتحدث باسم تلاف النصر وتعليقا على نقطة أو عبارة كان ذكرها ضيفنا الدكتور المشهداني هناك كلام جارح أو اعتبر جارحا بالنسبة لعائلات المفقودين وهناك من رأى أن هذه ربما المسألة الجارحة أو المسيئة تمثلت في إصرار العبادي على موقفه أو حتى نشر ذلك المقطع على حسابه على تويتر وذلك المقطع الذي يقول فيه أن هناك عائلات دواعش تطالب بالتعويض ما تعليقك على ذلك؟ يعني للأمانة بصراحة أنا لا أريد أن أبرر أو أدافع عن موقف لكن للأمانة أنا تكلمت شخصيا مع الدكتور العبادي حول هذا الموضوع وأكد في أكثر من مناسبة أنه مع حقوق أخواننا من المكون السني وكل العراقيين بصراحة الدكتور العبادي معروف عنه أنه لا يميز بين عرقية أو أثنية أو طائفية وهو عابر لهذه المكونات بصراحة والجميع يعرف الدكتور العبادي ليس لديه حقوق طائفية أو تمييز أنصري بهذا الموضوع هو يتعامل كرجل دولة بصراحة أنا أكد ليه يعني ما أعرف أنه التصريح قد اقتطع أو قد محياناً البرامج التلفزيونية المقدم البرامج يحاول أن يستخرج أجوبة من الضيف بطريقة يعني بصراحة قد يعني الثير الطائفية أو الثير المشاكل والخلافات أنا تكلمت مع الدكتور العبادي هو كان يقصد وبالحرف الواحد وحتى قالها في تحالف إدارة الدولة أنه يجب أن نحقق العدالة في هذا الموضوع إذا كان هناك مظلومين أو مفقودين أو شهداء لعوائل يجب أن تكون هناك أوراق ثبوتية ويجب أن يأخذوا حقوقهم وأكد حتى باللقاء يعني رداً على مذيعة البرنامج أكد على أنه هو اليوم ما ممكن أنه أعطي امتيازات هي مثلاً قتلت العراقيين من أبناء الدواعش وبالتالي أظلم شريحة كبيرة من الذي تعرضوا للتهجير القصري والقتل يعني عدة الأشياء بصراحة تضرر منها أبناء محافظاتنا في المكون السني ولكن لماذا أضرع المقاطعة لماذا لم يفرض عبادي بنفسه ليبرر أو لم يصدر موقفاً رسمياً بشأن هذا الموضوع؟ لماذا لم حتى يكتب تغريدة حتى ربما يوقف الجدل؟ عدنا بيان رسمي ومواقف دائماً موجودة وممكن يعني حتى أنه بعد البرنامج أرسلها لقناتكم الكريمة عدنا مواقف ثابتة أنه نحن مع تحقيق العدالة في هذا الموضوع نحن ضد من يحاول أن يستثمر هذا الملف لمكاسب سياسية وانتخابية نحن ضد الأشخاص السياسيين بصراحة ليس ضد المواطن ولا ضد العوائل التي طالوا بحقوق أبناء نحن مع العوائل ومع المظلومين ومع المتضررين ومع أي عراقي غبنة أو ظلمة بهذا الموضوع عما أن يستغل سياسياً وانتخابياً على حساب الدماء هذا أمر غير مقبول وكذلك اليوم هناك مشاكل في المكون السني يريد السياسيون السنة بصراحة تصدير مشاكلهم من خلال إثارة هذا الملف وهذا أمر ما نرتضيه بصراحة نحن اليوم دعاة لمشروع دولة تحقق بها العدالة سيد زبادي اسمحني لأننا نتقل بسرعة إلى لديق الوقت لضيفنا الدكتور صعود المشهداني عضرا على المقاطعة الدكتور صعود المشهداني إذن هل هناك انقسام حول هذا الموضوع لدى الأطراف السنية لدى قادة السنة لأنه ربما هناك من يقول أن الانقسام في حد ذاته هو ما يفتح باب ربما استخدام هذا الملف لإثارة الجدل ما تعليقك؟ وباختصار لو سمحت لديك هذا الملف يسيب الجديد ولا يختلف عليه قيادات السنة الكل يتفق على هذا الهدف أنه يجب معرفة مصير المغيبين وهناك حقوق لذويهم يجب معرفة ذويهم وأماكن تغيبهم وأماكن وجودهم ومصيرهم أهم لا زالوا على قيد الحياة أمهم تم تصفيتهم وقتلوا أعتقد هذا حق طبيعي لذوي المفقودين وهذا الملف ليس جديد حتى يكون يصدع المساومة السياسية إنما هو الآن أكثر من ست سنوات مضى على موضوع ملف المغيبين ولم تقوم الحكومة بخطوات جادة ولم تسير باتجاه حلحلة هذا الملف بخطوة واحدة لذلك هناك مطالبات بتدوين هذه القضية بسبب فشل الحكومات المتعاقبة الحكومات العراقية من حل هذا الموضوع الأساسي والرئيسي وأعتقد جميع القيادات السنية تتفق في حل الموضوع واضح نضمن ورقة الاتفاق السياسي وموضوع المغيبين وموضوع النازحين جرف الصغر والحويسات وبيجي وتكريد يجب عادة جميع النازحين عذرا على ديق الوقت أشكركم جزيلا شكر على مشاركتكما معنا في نقاش من بغداد سيد سلام زبيدي المتحدث باسم ائتلاف النصر وأيضا نشكرك جزيلا شكر على مشاركتك معنا في الحوار دكتور صعود المشهداني أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا